هو زعلان ويفضلوا زعلانين ان احنا بنبني بلدنا هنفضل نبنيها مش قلته عملية تهدوها بقى لكم عشر سنين وعايزين تفضلوا تهدوها هتهد ولا هتهد هتهدها زي 11 لن يتكرر هو انا اللي قلت سيد رئيس الجمهوري اللي قال كلامه لما بيقول كلمة ملتزم اه ملتزم بيها ايوة ملتزم بيها يعني مش هيسمح باللي حصل في يناير مش هيحصل باللي حصل في يناير حيضا قالها بدل المرة اتنين سبعة سبعتاشر عشرين طب حصل مستمرين اه بس يقدروا يعملوا حاجة مش هيقدروا مش هيقدروا قالها مش هيسمح بدا يعني بعد كل يمكن يعملوا ده نيجي بنهد في البلد اه بين اه وريني وريني نفسك انا بقول لك وريني نفسك اللي عايز تهد مصر وريني قل لي انت عايز تهد مصر بايه وازاي وهتعملها ازاي اهو انا بقول لك اهو انت قلت اربعة عشرين هنعمل ثورة طيب اربعة عشرين خلص ولا لسه هي فين طب بكرة اخبروا ايه بكرة احتفال على الهواء ان شاء الله على الهواء احتفال احتفال اه تاني وبعدين ايه تاني هيحصل في مصر ناس قعدة ويقول لك اه ويالله وتعالوا ونقف نعمل ايه ونسوي ايه ونزروا حتى يا جماعة ده احنا ده فيه ود من تنظيمات الارهاب تنظيمات الارهابية الاخوانية اللي عاديين في امريكا ود منهم بيقولوا عليها ابو فروة تقريبا ود اسمه ابو فروة حاجة كده يعني تشعرف اسمه ايه الله بيقول لك ايه يالله احنا 14 مليون موجودين برا يالله عايزين كم واحد 100 ألف ولا عشرة ولا خمسة ولا واحد شفتوا الهبل يعني ناس ناس تاني يقول لك حتى لما فيش انا الوحدي يقول لك 14 مليون يالله قدام صفراء حاجات كده يعني وتبدأ من هنا ناس عايشة في وهم عارف الوهم عايشين في وهم اكد انه الشعب ده اللي هما بيتكلموا عليه قطيع بيصير ورا الاخوان شعب ده شعب عظيم شعب عارف قيمة ماصر وقيمة ماصر الآن وامبارح واول جايز الناس انخدعت فترة من فترات بس مش هنخدع مرة تانية الاخوان لا يمكن هي اذا عملوا عملوا وسرق ورجبوا على كل حاجة وخدوا كل حاجة وعملوا كل حاجة تاني هما مسدقين نفسهم مسدقين ان هما يقدروا تاني يهدوا البلد تاني حتى لو انفقوا ادي الانفقوه عشرين مرة حتى لو عملوا قنوات ادي دول تلاتين قناة تانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة